المرأة البحرينية المرأة البحرينية مناسب قيادية في المجال الجامعي والأكاديمي وحققت العديد من الأعمال والبحث والابتكارات العلمية كما انضمت لبرامج ومشاريع علوم الفضاء وعلوم المستقبل تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وفي يوم المرأة البحرينية هذا العام سلطت الأضواء على عطاء المرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل بهدف توثيق الجهود الوطنية التي ساهمت في دعم مشاركة المرأة في هذا المجال والفرص المتاحة لتحفيز واستقطاب المرأة لاستدامة مشاركتها في قطاع التعليم العالي وإبراز أهمية التعليم الفني والمهني للطالبات لتزويدهن بالمهارات الفنية لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية واستثمار الدراسات والبحوث الأكاديمية في مجال المرأة وبيان واقع مشاركة وتنافسية المرأة البحرينية في مجالات التعليم العالي وعلوم المستقبل وبلغات الأرقام تبلغ نسبة المستفيدات من البعثات والمنح الدراسية 67% من إجمالي المستفيدين وتصل نسبة الطالبات في مؤسسات التعليم العالي الحكومية إلى 68% و71% في درجات الماجستير والدكتوراه على التوالي وتحضر المرأة البحرينية أيضاً في مجال الاستثمار في القطاع التعليمي والتربوي بما يساند دور المملكة ويرتقي بالخدمة التعليمية ويعدد خياراتها وهو ما أسهم في حضور مؤسسات تعليمية تتميز ببرامجها ومخرجاتها ضمن قطاع التعليم الخاص وكانت البحرين سباقة في دعم المرأة في مجال التعليم العالي فقد أرسلت أول بعثة للتعليم العالي للبنات في الخارج عام 1956 وتزايد بعدها إقبال المرأة أتي على التعليم الجامعي في تخصصات نوعية كالطب والهندسة والعلوم الإنسانية لتشهد فترة السبعينيات حصول بعض السيدات على درجات الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأجنبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر